أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي استنادا إلى مبادئ الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة وذلك كركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي وباعتباره شريكا مهما في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الطاقة والتحول الأخضر وخلال لقائهما على هامش قيمة العشرين أعرب الجانبان عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشركة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وأوضح متحدث الرئاسة أنه تمت الإشارة خلال اللقاء إلى تشارك الجانبين في الجبار الإقليمي المتوسطي وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخيا من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية وفيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027 كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات